اهلا وسهلا لبنات نتمنى انكم تكونوا باحسن الاحوال وبتمام الصحة والعافية ليوم شاء الله مع فيديو جديد ووصفة جديدة اللي غادة نحضر معكم بطريقة سهلة وبسيطة جدا والمنظر ديالها كي يجي رائع كي عشقوه لليدات الصغار والكبار وقبل ما نضاف الوصفة كان بغن شكر جميع البنات اللي معي في القناة وكان قوليكم إليك يجبكم الوصفات ديالي وكتفوا وتشجعوا القناة ديالي ما تنسوش أنكم تخليوا ليه لايك والاشتراك في القناة مع تفعيل الجرس باش يوصلكم دائما جديد القناة وغمضف مباشرة بطريقة التحضير هنا عندي ثلاثة ديالكووس تقريبا ديالما يكون دافئ وضعت معلقة ديال السكر كبيرة خميرة الخبز يعني معلقة كبيرة وغدا نضيف تقريبا كاس ديالدقيق ومبعد ما خلطت الماء مع الخميرة مع السكر غدا نغطى عليهم ونخليهم تقريبا واحد العشرة ديالدقيق وصفي هذا هو الخاليط أنا ما خليتوش عشرة ديالدقيق لبنات ما كانش حمدي الوقت خليتو تقريبا عغير خمسة دقايق كانوا تابعيني شي شغال كيف مشتو وضعت نصف كاس ديال زيت زيتون مع الملح بالنسبة لزيت زيتون تقريبا شي خمسة ديال المعالق ديال زيت زيتون اللي راني استعمل يكونوا كبارين وصفي غدا نبقى نخلط هكا بدقيق وكنشوف عيني ميزاني يعني مت ما تديروش تقريبا كامل في مرة انتو ما كتخلطوا وكتشوفوا بالنسبة لعجين ما خصش كون يعني كتلصق وما خصش كون قاسحة مهم كتكون خفيفة شوية وصفي كتف قطرية صفي غدا نعجينا هكا بدون دلك غمقى غير نجمع فيها كما كتشوفوا البنات بالنسبة لعجين كما قلت لكم غدا غير نجمع فيها هكا بهالطريقة ما غداش ندلكو نهائيا صفي هدا هو وشكل ديالو غدا نرش عليها اندهنو شوية ديالزيز من فوق وغدا نخليه نغطي عليه ونخليه يخمر على رحت راحتون ثم لا كان عندكم الجو بارد او لا كانت العجينة يعني اخفتوا لها ما تخمرش سخنوا الفران على 40 دراجة ووضعوا فيه العجين ديالكم باش يخمر وهنا غدا ندوز الخضر اللي غمستعمل هاد البيتزا او لا سميوا كيف ما بغيت البيتزا او لا فوكاشيا كما كتشوفو وضعت الخضر حدا اي هنا بصلة الفلفلة بصلة خضراء فرماج شامبينيون زيتون اختيت البصلة كيف ممشتوا الحمرة اللي صراحة كتجي هاد البصلة الحمرة هادي في الوين ديالة في هاد الوصفة كتجي زوينة بساف المنائدر ديالها يعني يجي عاطف وسط هاد الفطائر هادو او لا بيتزا اختيت البصلة خضراء احتها هي هاد الخضر يقطع تحتها هي رقيقة هاد الشكل وفي الفلاح مراحت هي غدا نقطع ها رقيقة ها كمربعات غير ما تخافوش البنات بالنسبة لهذا الخضر كل شي هاد طيب انتم ما عادي نشوف معي الخضراء كاملة طيبة را مشتوف اول في الصور يعني الخضراء ماشي حاجة ما بقى شقعت ها او الواقفة كل هبط هبط كيف مشتوا يمكن لكم توضع حتى شوية الجازار لو غيت ويكون رقيق راحت هو وكي طيب ما تخافوش يعني ما يبقى قاسح وغدا نستعمل علبة من الطون بالنسبة البنات اللي عندكم اللي بغا يستعمل سلامي او كي بقى لكم الاختيار انا ما بيتش نضيف حتي شي حاجة هكا غير صحية يعني كيف ما حدث دا قات لأختي الوصفة على واحد الوصفة كنت حطيت قات لي زوين ولكن المشكل دي لا ان استعمل فيها المرتديلة احنا كلنا كنعرف باللي يعني اللحم المدخن راه غير صحي ولهذا انا حاولت مبعد هذا الوصفة هذه اللحم المدخن وكي بقى الاختيار على حساب كل واحد يعني الادواق كتختلف وكي بزا دي الناس كيلقوا اللي هذا اللحم المدخن انه سريع وكي حضر بسرعة يعني كيوجدوا به وصفات وكنشوف بزا دي القنوات كيدعموا بحال هذه الوصفات ولكن انا في قناتي ما كنحاون بعد له الاشياء وهنا البنات العجين راه خمرات وبالنسبة الخضر اللي غنحتاج حتى هي راني وجدتها يعني كيكون عندكم الوقت وهات شي ما كيطلب ش الوقت بزا لان مني كتعجنوا العجينة دي هالكم وكتفضعو يعني كتفضعوها باش تخمر كدوزو مباشرة باش توجدوا الخضر اللي غادي تستعملو تقطروها يعني كتختصروا ما كتجي في تقطع الخضر دي لك حتى تلقي العجينة باللي راها خمرت وكيكون ذاك شي سريع وما كيجي مش مع الطلب كيف مشتو خديت العجين وقسمته على تلاتها غدا نستعمل جوج على شكل وريقات دي الشجر هك كاك و الكورة الأخرى غدا نستعملها بيتزا حجم دي هالها كبير هتا هي غدا دي البقاء الخضرة اللي غدا تبقى شي طالية يعني مني غدا نستعملها في الوصفة غدا نضيف كل شي يعني غدا نخلطه مع بعض وغدا نضيفه في بيتزا اللي تكون عادية ولاحظوا لبنات العجينة يعني كتكون مطيعة كيف ما اشتوني في الول راني مدلك تهاش والعجينة راني ارتع في الول الشكل لها أوفال وعادة قادلتها هكا بشكل شجرة كيف ما غادي نشوف معايا كنحاول نقادل هكا ذاك العريش جاء لها و الفق دي هل احت هو كنحاول نقادل وما كتكون غليظة ما كتكون ش رقيقة مش بحد شكل بيتزا يعني العادي اللي كن نرقوها بثاف هذي خليطة شوية يعني غليظة شوية لحساب الخضر اللي غا نوضع وغاعدة ندوز باش نصيب العجين هكا على شكل وريقة ديال الشجر كيف ما كنت شوف وكتاخد البصل الاخضر ديال العريش ها ديال وكتدين هكا حل الفرق هكا في الوصف ديال يعني خط وغادا نوضع القطع من المربعات الفرماج الموزاريلا اللي مهم بزاف هاد الوصفة هادي وليما كاش موزاريلا يمكن لكم تدير اي جبن عندكم انتم ما كتب غير وغير انا ناكل في الظرف هاد الوصفة الفرماج ديال الموزاريلا او ل كان عندكم حتى الجبن ديال الفيط ديال اللي كيكون ملح حتى هو يمكن لكم ضيفوه لما كان شعند كم موزاريلا درتو على شكل شجيرات اللي غاد نحط فق من الخضر وصفة من بعد موضعت الجبن وضغط عليها باش يهبط في العجين وما تخافوش البنات اللي العجين راه غاد تنفخ الجبن والخضر غاد ينهبط تحت يعني ما كيبقوش هكا كواقفين لأن العجين راكوا عارفين فيها الخميرة يعني كت مني كت دخلها الفن راها كت خمر يعني كت طلع بسرعة فن وهنا وضعت البصل الأخضر والفلفلة هكا حمرا والبصل يعني هاد الأحمر هتا هو بالنسبة للألوان البنات راك يبقى اختيار يعني كت وضعو دك شي اللي بغيتو يمكن لكم السلام اللي بغيتو يعني الفلفلة أو لا تضيفو غير مثلا الفلفلة ألوان بنسبة يعني اللون الأحمر الأصفر الأخضر غير هي الوصفة هكا تبقى يعني كل واحد اللي احترى بالضوق دي العائلة دي المتلا كي اللي مكي يكوش فلفلة يمكن لكم تعودوا حاجة حاجة أخرى مكينش مشكيل يعني كين بزاف دي الأشياء اللي يمكن لنا نضيفوها لهذا الوصفة هدي يمكن لكم مثلا تخطو قرعة تقطعوها مربعات وتشحروها شوية كذلك شوية دي الدنجال حتى هو تشحرو يعني تديرو شوية يعني يطيب وحد نص طيبة الجزر يمكن لكم بزاف الأشياء اللي يمكن لكم تضيفوها بعد ما وجد البيتزا الأولى أنا عان سميها بيتزا دس باش نحضر الثانية كن نفرش لها في الأول ورق الزبدة يمكن لكم تضيفوها في اللاطة مباشرة لانا باش نوريكم هكا على حساب الصورة وضعتهم في ورق الزبدة ونتم يمكن لكم تضيفو كيما كليكم في اللاطة دي الفرن يعني كتفرشو على حساب الضغ دي لكم بالنسبة للحشوات كين شحويج يعني مختلفين مثلا في هاد هاد الخبيزة هادي او لها البيتزا هادي ضفت فيها طومات صوريز او هاد الماطشة الصغيرة يعني كين اختلاف وغن ضيف شامبينيو وكين اشياء كما كليكم بالنسبة للحشوات را كيبقى على حساب الضغ وكيبقى الحساب واشنو بغيت الضيف اكيد راكم اشتو الطريقة وفهمتوها ما هي اللي بنا تصدقوني كيجي عنده واحد لما يضر رائع بزاف وان شاء الله غير تعجب ولي ذات كم صفي كيجي اده وش كلي لهم يعني وحدة درت فيها الطون ووحدة درت فيها شامبينيو وده ادهن باصفر بيضة كيف ما كتشفو وضعت مع شوية ديال الخل يعني غير قطار اتقلالين صفي وغاد ادهن قاعد وكل البلايس اللي كيبان ولي في يوم العجين غاد ادهن هون وذك الخل يحي ديك ريحة ديال البيض راكم عارفين يعني كيقضع لها ما كتبقاش نهائيا بذور الخش خاش كيبقى لكم اختيار ما انا فضلت انني نخليهم هكا اجبني الميضر ديال مغير هكا بعد مدهنتهم غدا ندخلهم الفرن وصفي البنات خرجت جوج ديال البيتزات وبقال يوحدة في الفرن هناك ما كتشوفوا البيتزة العادية جات البنات راوعة ووضعت فيها جميع الخضر اللي كانت عندي واحد هاد الوريقة هادي اللي وريقة الشجر اللي انا حضرت معاكم حتي يجت روعة راكم كتشوفوا غير المماندر ديالها ومده كل لون ديالها راك تعطي يعني راكل شي كايبان وهنا البيتزة البنات هادي راني ندرت هرقيقة تيجت في البنات ما هادش نقول لكم المماندر ديالها رائع بزاف ديال شوية ديال الزعتور في ديال الفرماج مضار الى من الفوق ودخلت هالفرن كايز وين كايز هذا هو الشكل ديال هم يعني بتلات كما كتلكم في الول انا راني استعملت ثلاثة ديال الكورة ديال العجين جوج خرجتهم بهذا شكل هذا والعجين اللي كانت شطلية يعني الكورة اللي شطلية كان في بالي ان غضت شطلية الخضر يعني خليتها جانبا ووضعت فيها جميع الخضر يعني حتى شي حاجة ما تضيع حتى هي جت رقيقة كيف ما كتشوف جت زوين بزاف يعني وضعت في كبس مع الفلفل مع الشامبين طون زيتون بس الاخضر كل شي مع بعض ولاحظوا معي البنات كيف جت العجين من داخل جت رائعة كدي خفيفة بزاف يعني طرية وبنسبة لذلك الجبن اللي درت في الاسفل يعطيها واحد المضاق واحد يعني بدون اي صص تستعملوا غير هك البنات صدقوني غدا تعجبكم بزاف وصف يا البنات عندي لكم واحد طلب بسيط الى عجبتكم الوصفة ما تنسوش انكم تخليوا لي لايك وتشجعوا القناة ديالي باش نزيد نستمر معاكم غدا نخليكم مع الصور ديال بعض الوصفات اللي يمكن بعض البنات ما زال ما شافوه مش وغنقول لكم سلام عليكم تلقى وان شاء الله فيديو آخر تلقى